اشتركوا في القناة وكي يبحث فيها ويتعمق بإخلاص كي يلقى ذاته في هذه الجهة والله تعال كل أنه مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك دور بك محذورة إذن فيما توجهت الشهاجة كالتيسر بالطبع أن الإنسان من الذي يتعلم أي علم ركي يرجع العلماء لأنه لا يمكن أن يأخذ العلم من الكتاب ويرتاح لماذا؟ لأن العلم يتخذ من الأستاذ لأن وظيفة الإنسان يسمع موسى عليه السلام من الذي يريد أن يتعلم أشقر الخذر هل أتبعوك على أن تعلمني مما هو الذي يمترون هذا إذن لا يجب أن تصنط لي وما يجب أن تتبعه ولا يجب أن تمشي ولذا يقول على الذي يأخذ العلم عنه من الكتاب يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من الإدراك العلوم وما يدري الجاهول بأن فيها غوامضة حيرت فكرة الفاهيمة إذا رمت العلوم بغير شيخ جميع العلوم ضللت عن الطريق المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من تومى الحكيم قال حمار الحكيمي تومى لو أنصفوني ما صرت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهله مركب الحكيم تومى كان يأخذ العلم من الكتاب شي مرة ألقى في سائل بخاري الحب السوداء شفاء من كل ذلك جات شي دبان أحطت واحد نقطة ولت الحية السوداء مش الواحد لحنش حرقه واللي جاء مريض كي يعطيه كي قتله اللي قال من هذا من اللي قالوا ليش كدير قال لي امرأ الحية وقلبه قال لي ادرغان الحبار عن نقطة تزادت فقالوا قال حمار الحكيمي تومى لو أنصفوني ما صرت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهلوا مركب والرجال أربع أصلا ديما الرجال أربع شوما؟ رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك متواضع فعلمه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك سافيه فتركه هذاك ما عارفش وما عارفش هذا هو الجاهل المركب دكتور اسمح لي يعني أنا عارف الغزارة دي العلم ديلك ولو لن موقفك شهي يعني لا يكون لديك لحد من العلم يعطيك الله سبحانه وتعالى لا أريد أن نسو لك هذه الملكة التي ميزك الله سبحانه وتعالى بها في طب التواريخ في طب الأبيض الشعرياء القصائد هذه الموتون وش هذه ملكة؟ ولا بالدربة ولا بالكتساب؟ لا يكون لديك اكتساب والتحفيز في العلم هذا سبب ولكن هذا الشيء من الله تعالى هذا الشيء يأتي من الملك الذي قال لك شيء واحد رأيها من عندي ولم يأتي رأيها كلام خاوي هذا الشيء يأتي من الملك ويأتي يصير منه إذا أريد أن يعلم شيء مخلوق شيء حاجرة يعلم العلم ولذلك إلى الله تعالى ما الذي يمنع لك بشيء حاجرة كتوصلك ولذلك أصحاب قارون من الذين قالوا إنما أوتيتوا على علمي عندي صح الله تعالى خسفنا به وبيداري هي الأرض إذن العلم وللمعرفة ولكل شيء كيعطي صدر ربي لكن لا بد من الأسباب الأسباب الشعال بالنس كي يشوف نفس الأسباب وبنفس الوقت كي يخدموه في الوقت ونفس المجهود ونفس المجهود هذا كي يكتب لي الله يكون هذا ولا أخر ما كي يكون شيء ما يتكون شيء الله يفضل بها فما الذين يفضلوا ويرادوا رزقه مع الذين لم يكفهم فيه سواء كل واحدة كي يعطاها الله الفهم ولذلك مراتب الإدراك بعد أن تكلموا عليه كين ربعة كين علم كين علم وقراءة وأدب وأخلاق هذه الاكتساب التي تكون عند الإنسان العلم يتعلم والأدب يكتسب والقراءة تقرأ أما الأخلاق تخلق من بطن الأم ومراتب الالتقاط في الحياة ربعة كين عالم عندنا الناس ربعة كين عالم وكين قارع وعالم وفاقيه فاهم فليس كل قارع عالم وليس كل عالم فقيه وليس كل فاقي قد فهم كي يختلفوا القرى ويختلفوا العلماء وكي يختلفوا الفقهة وما كي يختلفوا الفهمة والفهم هو زبدة الفقه ولذلك سيد رب يذكر الفهم في القرآن مرة واحدة ففهمناها سليمان وهذا الفهم هذا إلا بغل الله يعطيه العبد لابد له من أربعة أمور لابد من رجاحة التفكير قد عكو أستاذ قبل علش بتضبط أربعة في الأول أربعة والثانية أربعة والثالث أربعة هذه أسرار هذه أسرار أنا غنقول لك في جهة أخرى أخو أستاذ كمل الفهم يتوقف على أمور أربعة لابد من رجاحة التفكير وفصاحة التعبير وجياشة التدبير وسلامة التيسير عودها لابد من رجاحة التفكير يعني يكون التفكير سليم وفصاحة التعبير اللسان وجياشة التدبير وسلامة التيسير ما غنفهموش هاد الربعات نشوفوه الربع الليلة هاد الربعات تتوقفوا على أربع فرجاحة التفكير من قلة الذنوب وما خاصاش غير بالمسلمين أي مختارع كيختار الشهاجة كيكون وقته تامين ما كيضيعوش فاللي كيختاروه الطائرات ويختاروه المراكب الفضائية وكيوصلوا للفضاء وقته كتلقا ما كيضيعش كتلقاها أربعش كيقتصت على الوقت دياله ديما ما يضيعش في شي جهة أخرى ما يصهر إن رجاحة التفكير من قلة الذنوب وفصاحة التعبير من الإعراض يعني العيوب اللي عنده كيتلقاه فيه كلام وحكمة ما كيدوش في الناس أصلا ما مساهلش هو الكلام والخوت في عرض الناس وقيل للقمان كيف جمعت هذه الحكمة؟ قال ما تدخلت في عيوب غيري طيلة حياتي ولقد أتينا لقمان الحكمة ومن حكامي لقمان أنه قال لولده يا بني لا تمشي من غير أدب ولا تضحك من غير سبب ولا تضيع مالك وتحفظ مال غيرك مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت إذن فصاحة التعبير من الإعراضي للعيوب وجياشة التدبير من نقاء القلوب اللي كيمشي في كربو حدو ويطلع بشي نتيجة كي يخلوه بنفسه ويطلع هذا القلب دياله نقي لأنه يرى بعيني طبعه والإنسان اللي كي يقل لا يأتي لون الألباب الألباب أما سلامة التيسير من علامة الغيوب أرقم ربعة إذن أربعة كتوقف على أربعة وما قلت لي هذا السير ديالربعة هذا السير ديالربعة ستلقى يوم القيامة بعدها أهل الجنة شكي يقول يوم الله تعالي يا أهل الجنة قد أعطيتكم لأن الله تعالي أهل الجنة يدخلوا بأربعة وكي أعطيهم أربعة يدخلون الجنة في طول آدم وعمر عيسى وجمال يوسف وخلوق محمد وتدخلوا عليهم أربعة يشبوا فلا يهرموا يصحوا فلا يمرضوا يحيوا فلا يموتوا ويحلوا عليهم رضوانا ولا يسخطوا عليهم أبدا هذه ثمانية وذيما رقم ثمانية في الخير ويحملوا عرش ربك فوقهم يوم 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 ثمانية لأن رحمته سبقت غضابه شي حاجات الخير فيها ثمانية ثمانية أزواج من الضاني اثنين ومن المعزز ورقم سبعة فيها ديما كتلقاه شديد جاء الأبواب جمال ساه جاء النم سبعة الطوافل إنه صعيف سبعة رميل جيمار سبعة سبعة أيام عيجاف ديما سبعة كتلقها شديد سبعة أيارين وتمانية أيام الحسومة سبعة من ظلم الله في ظلي ومناظر الله إلا ظلم كلها قوية حتى وخا تكون في الدين كتكون شديدة والإنسان في الصلاة يسجد على سبعة أعظم وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين وثمانية فيها تيسير لك وهذه أسرار في الأرقام لا يعلمها إلا الله وخي يقول إنسان سنخرج منه لكن هذا الإعجاز القرآني لالذي إن أوجز كان كافيا وإن أشار كان وافيا وإن بيّن كان شافيا وإن حكما كان عادلا وإن أكثر كان مذكرا وإن وعظ كان مؤثرا لا يمله قارئه إذا استرسل ولا يمله سامعه إذا تأمل فهو من حيث بيانه حلو إذا تذوقت العقون بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم ونزهة المتوسمين وروح قلوب المؤمنين نزل به الروح الأمين على محمد الخاتم النبي إله إلهي وأستاذ الله العادي لكننا أننا كان مريش نتقاطعك ولكن عدنا نحاور نريد أن نسبد منه كل وقت ضيق بعد معارضين ديلك أستاذ كتهمك بأن ما تقوله وما يعني في محاضرتك في خارجاتك الإعلامية ليس له أساس لا من الكتاب ولا من السنة ما الجواب ديلك على هذين نفسهم؟ أشوف عن يقول لك أحد حاجة ما إليا بحثت على شي حاجة ركت لقاها صح اللي ما بحثش ما كيلقاش يقولك رو ما كيناله ما عمره اسمعناش هل موحده ما كتتكلم معاه كتقول له هذي يقولك ما عمره اسمعناه بحل السيد كان باحث ما عمره ناض من البحث صح هو ما كيسوش عشه هاك هذي ما عمره اسمعناه هو فيه نقلب باش يسمعه أرى اللي ما قلبش عشه هجا ما يسمعه بحث وتلقى ولذلك العلم قال لك أشغيل ابن الونان فوحد له فإياك الشعر عصى غيري فقد أطاع علي فهي عاطين إلا أن قال وإن يكون بحرا فقد غسته على جوهاره وكنت نعم المنطقي كل ما الإنسان غصم زيان رأي قدر يلقى ومشي ضروري كل حاجة اللي قلت يا غدتكون صحيحة مليون في المية رأى لابدى الإنسان كيد يتبين بين اللي قلال كتحكي شي قصة من باب الاستئناس حيث احنا عندنا كيل العلم وكيل الآداب الجانب الآدابي تقدر تكون في شي حاجة ما صحيحاش بزاف وكيد من باب الاستئناس والمتاع العقلي يعني يحكى بعض القصص مثل اللي كترويها بني إسرائيل القديمة اللي قال فيها النبي الصوص محدث عن بني إسرائيل والأحرم هذه الأمور هذه تحكى من باب المتاع العقلي والاستئناس ليس أمور عقدية دي العقيدة غالي تبني عليها لا تكون في التوقوف هذه اللي لا ما كتبش يمشي حاجة في اختل إنما كتتكلم على أمور دي القصص والقصص اللي كتكون قديمة رأى ترويت عن الصحابة وعلى الله بن عباس نقل ذلك الشي اللي قالوا أحوار بني إسرائيل من الصحابة الذين أسلموا وكاد تحتامي لهكوك وفي الحديث حدثوا عن بني إسرائيل أو لا حرج بمعنى أنها لا تصدق ولا تكذب لا تصدق لأن فيها شوية أمور داخلة ولا تكذب لأنها رأوها الصحابة تيقات فاحتراما لهم هذا هو القصص ماشي أكيد لي أبار كيت سنغير بغاينيش مالأسف هذا الذي يتصيد الأخطاء ديال الناس يقال باعلى هدك شي أش قال قال ابن المقر في لميته كلام يكتب بماء الدهب قال لك زيادة القول تحكي النقص في العمال ومنطق المرء قد يهديه للزلال إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثال فكم ندمت على ما قد قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقول هل يبغينا نقول شر الوارع من بمساوي الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موضع العلال لو كنت كالقدح في الناس معتدلا لقالت الناس هذا غير معتدل داوي الجاهول وسامحه تكده ولا تصحب غير السمحي وحضر السقطة العجلي وكن مع الخلق ما كانوا لخالقهم وحضر معاشرة الأوغادي والسفالي أستاذ الفاضي الله الكثير من ما يسمون بالحدثين والعلمانيين يرون أن الخطاب الديني لم يعد يستجيب لمتطلبات العصر وأن تجديد هذا الخطاب الديني صار أمرا حتميا ما رأيك في هذا الكلام هذا؟ كلمة بسيطة قدروا نحسم بها نشي كامل لا بد لي العالم والمتكلم أن يكون مرتبطا بالأصل متصلا بالعصر العالم لذلك أريد أن تجديد الخطاب الديني في إطار الشرع فالله تبارك وتعالى جدد الخطاب الديني قبل ما يبانوا هذه الناس يعني نوح عليه السلام عاش ألف عام كان كل مئة عام يجدد الخطاب كل مئة عام كان يجدد أمه جديدة وكان يجدد فهذا الباب في قوس المحمد يبعث الله لا القرآن بعدها والله عنجي والله بعد القرآن الله قال على نوح لأنه كان يجدد ما قال وقوم نوحي لما كذبوا الرسول أغرقناهم ما كانت رسول نوح نبي لكن يتمثل في عشرة رسول ذلك عشرة القرن اللي يعاش وقوم نوحي مقل ما كذبوا الرسول كذبوا الرسول المثمثلة في نوح التي تتجدد كان نوح كل مئة عام يجدد الخطاب للناس لكل جيل خطاب ديوله حسب كل جيل هو ما يموت ولكن الناس يموتوا في الصعب البخاري قال الرسول يقول كان الرجل من قوم نوح إذا حضرت الوفاة يقول لأبنائه لا تتبعوا هذا الشيخ فإن أبي أوصاه جدي ألا يتبعه ثم قرأت تواصلوا به بلهم قوم نطاقون وفي الحديث على رأسي كل مئة سنة يبعثوا الله لأمتي من يجدده لماذا قال مئة عام قال مئة سنة فرق بين العام والسنة هيرا 12 شهر ولكن الفرق بين العام والسنة السنة هي العجاف وركض العلم وعدم البحث العلم توقيت سنين مش ضرور غير كما جاء في رؤية مريك مصر تزرعون سبعة سنين ذابة هذا المقصود منه في الماديات ثم يأتي بعد ذلك عام عام فيه وغاته الناس وفيه أسرون ونوح قال علي سيد ربي لابت في من ألف سنتين إلا خمسين عاما رأى ألف سنة كاملة ما نقص منه ولو خمسين عام ما كانت حيدوش من المياه مش تسعمية وخمسين رأى ألف سنة كلها إلا قد تدخل ألف راجل إلا خمسين مرة واش الألف صحيحة ولا نقصة؟ صح خمسين مرة زيدة إذن العام ما عنده علاقة بالسنة حيث العام هو الراحة والرخاء فإذاك ألف سنتين كيضربتها مرة ما اللي ينزل من السافنة عاش خمسين عام تقاعد مريح ما بقى مع أتمنين واحد كله مؤمنين ما إحتي يقولتها واحد إذن فالمستثناء إلا ما كانش منزيش المستثناء منه كان زيدوه ما كان نقصوش ألف سنتين إلى خمسين يعني ألف وخمسين عاش ربعين عام قبل البيعثة ومئة سنة أو ألف سنة ديال الدعوة وخمسين عام العمر كله ألف وتسعين كامل فيديو ديال أستاذ سيحمد عصيد كتتكلم في هذا الموضوع هذا جديد خطاب ديني نبقوا مع هذا الفيديو ثم نناقش ما جاء فيه ما كتدوش السيح عصيدة بكلامك هو منك يسمع المواطن المغربي ويلامس جوانب إيجابية من حيات المغاربة ولكن مكنتوش لأنه المغاربة منك يسمع بحرد الكلام هذا وكأنك تصدع لهم الباب وأنا كتقول لهم على أنه هاد الفكر أو هاد الفقه الإسلامي يعني أكل عليه الدهار وشارب وخاصتنا نديره معه وحد القاطعة ونحن بحاجة إلى الفقهين متجدد راه أكل عليه الدهار وشارب وش اللي كي قلت السيح عصيد؟ راه الفقهة تدار بقواعد جامدة ألف ومئتين عام وش عمركش تشي علم كي بقاتابة ألف ومئتين عام؟ ولكن تبقى فيه وحد الموضوع السيح عصيد لي عنده ناسو من تقولوا مثل مجلس الأهل العلمي من تقولوا المجالس العلمية ناسو ناسو ما بغينش تديروا خدمتهم بقوا جامدين مع ذيك القواعد أستاذي كتسمع شين وقابة شختم بي يعني قال لك هاد ناس بقى نجهم دين وهذا الكلام شغل دي العاصية دير كتير من ما يسمونه بالحدثين تقولوا على أن أهل الدين والشريعة وعلماء الشريعة وعلماء الدين يعني لم يطوروا خطابهم لم يطوروا أسلوبهم بل لم يطوروا حتى تفكيرهم ممكن سيحمد شاف شي نوع معين لكن الناس اللي يجتهدوا وكلامهم يناسبوا العصر هذو ناس خرين لأنك مقتلك في الأول العالم لا يكون عالما حتى يكون مرتبطا بالأصل متصلا بالعصر صح إذا كان منفصلا عن عصره فهو في خبري كان وما أرسلنا من رسولين إلى الليساني إلى الليساني قومي واللسان فيه الواقع في كل شيء إذا العاليم في زماننا الجديد الخطاب الديني رأى واجب علاش لأنه ما يجدد شي حاجة اللي ينصى عليها سيدة ربي يعني ما يحل الحرام يعني الحرام كما قال سيدنا الله ينصرهم قالك أنا لا أحل حرامنا ولا أحرموا حالنا حالنا فهذا كشيرا التوابت رأى العصقة ما عندنا نزيده عليها ولكن الجهادات في بعض الفروع في بعض الأمور كيف يجددوا في الناس مثلا بحل زكاة الفيطر مثالي كي يعطيه لا بدأت تعطي من ذلك الزرع ولا بدأت تعطي من كذا إلى اليوم كأن القيمة قالوا بيه الناس إذاً تقول لي تعطي من كذا تقدر تعطي من الفلوس تقدر تطورها تكسي لي وليدات الناس في ذلك زكاة الفيطر تحول الكسوة عيد الناس في العيد وإطعام وإطعام طعام والدين المقصود به ماشي التذيون الدين هو المعاملات أرى واحد الفرق الكبير إحنا ما كان نغفله عليه فرق بين الدين والتذيون التذيون هي العبادات واحد في المئة أما الدين اللي هي معاملة هي تسعوذ وتسعين في المئة الصدق والإخلاص والأمانة إذاً التذيون لكي يبقى في الجامعة أما الدين هو اللي في الشارع إذاً لذلك الله تعالى من يجد القرآن نزله كين قاسم القسمين كين القرآن المنظور هو شكل في الهرم الإسلامية تسعوذ وتسعين في المئة المعاملات والقرآن المصطر واحد في المئة هو العبادات إذاً القرآن المنظور يجب أن يتشاف وهذا اللي أركز عليه المصطر أفلا ينظرون والرسول صلى الله عليه وسلم سوله سيدة عائشة كيف كانت حياته أشقالت كان قرآن لا، كان قرآن يمشي في الناس قرآن متحرك إذاً اليوم نحتاج القرآن المنظور كانت لقى الرجل في الجامعة ملكاً في مسجده لكن شيطاناً في مكتبه إذاً نحتاج القرآن المنظور ربما القرآن المصطر كل شيء الناس يصليوا نحتاج القرآن المتحرك إذاً دين هي المعاملات وضمانوا لسخوك الغفراء أعطى الإسلام قبل المسيحية النبي قال ضمانوا لسخوك نفسك ما ضمن لكم الجنة ما ضمنش الجنة لكي يصليوا لكي يحج ولكي يعطيه هذا وقال لك الله وعلم بنياته ولكي تجاه لهذا الناس ضمن لكم الجنة قال لي ضمنوا يستن ضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم هالصدق ولي توضر عنا وأدوا إذا أتوا منتم لا ما نا تايا ما بقعتش أوفوا إذا أهدتم كفوا أيديكم على ذي العباد الله غضوا أبصاركم على ذي الناس ما قالش غضوا من من أبصاركم هذه خاصة كل من ولكن غضوا أبصاركم على ذي منين شراء منين جاهدا ما لا يفيدك ما لا يفيد صح وحفظوا فروجك هذه البنود الستة تكادوا أن تكون قد خفيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله إذا هالإسلام هذا الأمر الذي ذكرنا إحنا هو الذي يرفع الله بأقواما ويضع آخرين والذي خلّ غيرنا استيقظوا لما نومنا وبلغوا الفضاء لما قومنا هما خرجوا المعاملات لبرسد إحنا وضّرناها عندنا الدين عف الجامل عطقوس عطقوس وفلان كذلك وكي يقول لك ويعرفون الإسلام بالرجال لا يعرفون الرجال بالإسلام ومعرفة الإسلام بالرجال هذه خطيرة كي يقولوا فلان باللحية دياله وكي يصنيه وكان ليه فلوسي وفلان مشال الحجم ليه جمال الحج تفلس هو ركاين مفلس هم شي غاليزي أذكر حاجة أخرى إحنا لا نعرف الإسلام بالرجال نعرف الرجال بالإسلام وإسلام أسمه دين إذن الدين عند الله إسلام فيه السلم وفيه السلام ودخوله في السلم كافة والنبي صلى الله عليه وسلم من المسلم قال من سلم الناس من لسانه ويديه من المؤمن من آمن جاره بوائقة إذن الأعمال المتعدية خصك تخرج الشارع أنت تبهن كإنسان إمتى عمر مخطب من سوله وليه واحد سيد قال لي فلان أحقه بالإمارة علش ما تديره شوالي على ذيك المدينة قال لي واش تعرفتي ما واش تعاملتي معه بالمال غليل لا سافرت مع الله كانت بيدي جديدة فضربوه بيها قال كيف تمدح لي رجلاً لم تستكشفه بالكاشفين بالدرهم والسفر ما تمدحش لي شيء رجل الليلة يعني قرده أو سلفه وكعامل معه بالمال ونسافر معه هاجوج حويش تبلك الإنسان فما في المقام لي دي عقل ودي أدبي من راحة فدعي الأوطان واغتري بي سافر تجد عوضاً عن من تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رقيت وقف الماء يفسده إنسان طاب وإن لم يجري لم يطبي الشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمن لها الناس من عجم ومن عربي والأسد لو لا فراق الغاب ما افترست والسهم لو لا فراق القوس لم تصبي واتبرك الترب ملقاً في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عزك الذهبي سافره والله أستاذ كثير من الباحثين في المجال الشريعة وفك الإسلامي يمكنون عذاب القبر وهذا الموجه هو الموجه مؤخراً عندنا وحد الفيديو في البرنامج الوجهة أبو حفص كي تكون في هذا الموضوع نقوم هذا الفيديو ثم نعود السكمل هذا النقاش لا يمكن ليش ولا يستقيموا لا عقلاً ولا منطقاً أن عقيدة بهذا الحجم تقض مضاجع الناس لا تتخليش الناس ينعسوا بالليل تبدو عليهم غايشي الشجاع الأقرع ويدربكم والقبر يتشد عليكم وغاد يتديروا ما نعرف شدا هو فبن هذا المرض بهذا الشي وتشتتخرج تسحبي من المسجد تتسمشي تسليت تتخرج من المسجد وحد مفرش وحد الفراشة وحق كثيبات ليسا ما خارج ضاحك ليسا تحطينك على الكثيبات عذاب القبر ووحد الفاعي خارجين ووحد ماذا هذا فيلم؟ دروع بدا السي وحيدة قبل ما تجاوب على هذا الكلام هذا نبقوا معه فاصل ثم نواصل أعزائي المشاهدين فاصل ثم نواصل أعزائي المشاهدين عودنا والعودة وأحمده السي وجهة الدكتور دينا هذا تصريح ديال السي محمد رفيقي الملاقبة بأبي حفص كين في قديد العذاب القبر وقال لك لأني لو أنه في لك العذاب القبر كان القرآن يذكره لأن الأمور الغيبية حال مثلا الحساب والجنة والنار وغيرها شنو كلامك وردك أنت كشيخ وكعالم فيما يخص هذه الكلمة هذا نحنا ما نردوه لأحد لكن نتكلمه على القبر شنو اللي خلا الناس ينكروا عذاب القبر وحتف في الشرق ما السيلكية لي فاسمو اللي كيتكلم مشحرور وشحرور هذه المجموعة دي الناس كي يقول اللي يبغى علاش لأن القو بعض الناس كيوصلوا بعض الموت في طبق من حديد لأن الناس قسون لجنة قلنا ناعم القبر وروضات من رياض الجنة الرسول صاحب اللي قال قل القبر روض من رياض الجنة وعنلاش المغاربة يتفائلون يقولون روضة وزار المقبرة دبان المشرق كله يسمعه المقبرة لكن المغاربة يتفائلون د셈�ما يقولون غدوزين للروضة والسجن يقولون غبيلة علش قالوا الروضة بعدها لإن كلمة الروضة رفية تفائل لإن المؤمن في الحديث أول ما يرى الإنسان مقعده هو في الجنة كيشوف من القبر إذن لقبر روض من رياد الجنة وليس على أهل لا إله إلا الله وحشى شوف الحديث لا في القبور ولا في النشور وكأن ينظر إليهم وهم ينفضون رأسوا من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنه الحزن إن ربنا لا أفعل فإنتم لك تجيل الناس ويقول لهم كين القبر فيه النار والتعابين وكما كينش عذب القبر كل شيء يكون معك وكما دقوا إليك يوم ما كينش ناعم القبر غايضوضو ضدك علش أنت ما تقدموش ليهم في طبق من ذهب في اللول وليك الأحاديث في القبر كتير فمنها الحديث عبد الله بن عمر قال مررت ببدرين فرأيت رجلا يخرج من القبر ثم يضربه رجل بمقمعاتين حتى يغيب ثم يخرج فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك أبو جهلي وعذبوا إليهم القيامة وفي الآية الكريمة وهم ورائهم برزخون إليهم يبعثون إذن من لك نقول إحنا القبر والبرزخ هذا عالم غيب علينا إحنا كان آمنوا به مما جاء أنه كين ناعم القبر موجود وفي مليه مر قال إن هادان يعذبان ويعذبان في كبير أما أحدهم فكان مش شائمين لا 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 ما يهمنا إحنا إن هادان يعذبان وكان أحاديث أخرى أكثر منها والحاديث السيدة عائشة من لي جاءت سيدات لي وحد اليهودية أعطاتها شيحة جلدك اليهودية قاتلها أعاذك الله من عذب القبر سيدة عائشة أول مرة كنتمعها مش لتعند الرسول قاتلها يا رسول الله هذه هيهود قد قال نعم صدقت في العذاب القبر لأنه إذن هذا الأمر هذا مفروغ منه وانت ناقشوش عليه ما زال لأن الله تعالى ذكر العالم دي البرزخ اللي احنا ما كنا نعرفوش على آل فرعون النار يعرضون عليها غدوة ويوم تقوم سأدخل آل فرعون أشد العذاب إذن هذه أمور كلها وقال الذين يكونوا أموليتهم ظلما إنما يكونوا في بطني ومنارة وسيصلون باقي ما دخلوا إذن في هذا العالم دي الانتظار اللي كينتظروا قول فيها القبر قول فيها أي حاجة الممرة كينشي حاجة فوق العقول ديالنا غير إحنا كينوا واحد المسألة الحاجة قاعدة اللي ماشي من الموسى كنبغيون ننكروها هذا علم غيب ولذلك سيد ربي أكد عليه في اللورق الذين يؤمنون بالغيب وقل من علوم الغيب هذا شي غير الناس اللي قدموا القبر قدموه بالعذاب بالطبع أنا براسي ما نبوشها أنا أستاذة لازم تتذكر واحد المرة صليت واحد المسجد ماشي جيد دار بيدا وقرقوا حسين كي بيع الكتوب وفكين واحد الكتاب اسميته عذاب القبر الأطفال لأطفال حتى الطفل كنت كلموا معد وهذا كي غدير الهدامة هذا اللي حاطم فرش هو مقارمة سامعة بغا يبيع وشري وعلاش ما يقرب شي حاجة هذك المؤمن اللي خاجه من اللهم بش يدخل الجامعة المسجد بدا أشنو المسجد هو راحة بحلص بيطر نفسي كي بغير يرتاح لإداسة جامعة ونتم بريحه بعض المرات الإيمام كانت القامة يدخل هل أتاك أحاديثه الغاشية وجوهن يوم أيدي خاشعة عاملة هو جاي يكرفص من هربا أنت من المرأة بغير يرتاح في الجامعة كي لقال أخير يجبدليهن وتالي غير يقرأ سيختاراش يقرأ ويختار المناسبة للقراءة شنو يقرأ يجيب شي حاجة فيه الخير كي يخرج من الجامعة يقعد حاط عذب القبر وجهنم هذا بنقص ما يبقاش يجي يقع إذن الرصول يقول بشيروا ولا تنفيروا يسيروا ولا تعسيروا إذن ولو كنت فضا غالي ذا القلب ينفضوا منها فاعفوا عنهم واستغفير لهم واشاورهم في الأمر شكول يخلال الناس هادو قاع يتوروا وغوتوا هاد الغوت هادوك الناس اللي كتصدوا للدعوة ونكونوا معارفين يعني متصلين مرتبطينها بالأصل لكن غير متصلين بالعسر وكيكونوا أكثرهم ما مرتبط الله بأصل ما عندوا لا هادي لا هادي لا في النفخ لا بالتبخ كيكونوا عارف شام عشان بالقفالة ما عارفوا كيبدأ ثويا كيلا يكشون بالقفالة ويسكر بحال هادو النوع وهذا هي الموصيب إذن الإنسان يتكلم عن جذر واستحقاق في هادو الأمور إذن القبر في عالم الآخرة هذا كان آمنوا بأنه موجود ولكن نقولوا لناس نعيم القبر ونقولوا روضة من رياض الجنة كل شيء غير يكونوا معنا حيث هذوك الناس أذكياء اللي قالوا نكروا عذاب القبر ما قالوا قدموا العذاب ما اللي قالوا القبر قدموا العذاب قالوا الناس يقولوا عذاب القبر بالطبع أنا براسم اللي كان سمعايا لكن تحلي تعيني ووحد العذاب يقول لي لا سيدي ما كينش بنقص منه وقول لي الحاجة المزيانة تحتاج إلى محفزات تحفز قرب الناس للخير وإذن هناك ترهيب وكذلك يكون ترغيب ولتكم ميكم أمة يدعونا يدعونا إلى الخير بعدها يلولا والدعاء الخير ما تقول لي ما هذا بيقمر فيه نحناش في الفعل الناس يلا بغي يعرفوا قل لي ما هذا قل لي القبر قل لي الآخرة دوية تعال الحياة بعدها يلولا إني أراكم بخيرين هو إني أراكم بخيرين سيدنا شعيب شعيب وإذن خصو يكون في هالطريق إذن ملعق ولكن كين واحدة المسألة سلامة العقل سلامة الجسم قد تعرف من أول النظر لكن سلامة العقل لا تعرف إلا بطول السفر والغريب أن الجسم أن العقل قد ينمو ويستفيد من أول جرعة لكن الجسم لا ينمو بسرعة فسلامة العقل مهمة بزاف واللي أعطاه الله العقل مخل لم أعطاه واللي أعطاه الله لم أعطاه الله فالإنسان من لك يتصدى لهذا الباب يكون يدعوه إلى الخير رخص يكون عنده باش يدوي ألا شحنا كنتدوي على عموم الناس سيد ربيش قال لأصحاب الكاف قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا قال لا إذ قاموا هذه القيام بعدها مدوة مدوة تتكنت عندك الباقاج إني الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني لألاش لأن العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي بل العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي فقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم واجهد بعزم قوي لانثناء له لو يعلم المرء فضل العلم لم ينامي والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقومي صح دكش اللي حطوا الله صدير بمتاب ركاين نكروا هذا ولا اعترف بي لأخر رغا هذه الأمور غير كيفية كيفية توصل الناس المشكلة فينا عندنا احنا اليوم عندنا في تبليغ كي الناس اللي كيبلغوا كيعونوا الشيطان عليهم كيبغوا يبلغوا الدين ويبلغوا الشرع وكي يعونوا إبليس عليهم كي يجي شديد كي ما سمعنا وكي يجي بغيور الناس على العذاب وعلى المصائد إذن كيهربوا الناس من حوله ما كيبقى حد وكي اللجة باللين وبالتيسير بالعكس الرسول صسمها أحسن المخلوقات خلقها وإنك لعلى خلق تنغلي ضرق نفضوا من حولك دكتور عندنا واحد فقرة أساسية في البرنامج كنت سسميها أشقلوا فيك هو عبارة عن ميكرو ترطوار يرصد ارتسامة المواطن المغربي حول شخصكم نبقوا مع ميكرو ترطوار ثم نستكمل بنقاش من السبال السيعة بدلا واحد واشي أدي عليه شي معلومة هي قليلة كيتحولي يا أي شي لا قطة ديله في بارليوشو صافي هداش ديال السيعة بدلا واحد والكريكي تحولي أشي راقدت ديالي في ليوشو بصا كنت فرش أختيف السيعة بدلا واحد واشيد كنت نخدم منه بعضنا صاحة دينية وقعدنا على القصص للأنبياء كنت نخدم منه موالهم فكرة حيث أكثر للشابة دردوقت ما عندنا موالهم فكرة على القصص للأنبياء ديالهم كيفاش كيف يدوز قصة ديالهم كنت صنّت لي أنا مزيان ما عندك الجوج والثلاثة ديال بنهار بنهار وقنت صنّت لي مزيان كيحدثنا وقنت استفدو منهم دكتور هذي ارتسامات ديال المواطنين المغاربة حول شخصكم والحمد لله يعني أنا كنظن يعني ما كان شي واحد ما كيعرفش السواحد واجيها وكان فضل ديال السوشيال ميديا عنده واحد تأثير كبير يعني وكنظن أول بوروز ديالكم شخصيا كانت لك يعني يتفرك لنا في دول الخليج وكانت لك يعني محاضرات يحضروا الآلاف واحتمل الأمراء يعني من الخليج العربي وأستاذ مؤخرا وانتا كان مغريبي والآن يعني مقيم بالمغريب كان جلالة الملك يعني مؤخرا راسل رئيس الحكومة سعيز أخنوش حول يعني النظر وسياغة مدونة للأسرة يعني تستفيدوا من أخطاء المدونة الحالية وتقارب من وجهة النظر أنت أستاذ الفاضيل كعليم شريعة والآن تقيم بالمغريب وكشوف هذا النقاش المجتمعي بين فسطات من يساندون هذا المدونة الحالية بإيجابية وسلبيتها وبين من يريد تعديلها أنت أستاذ الفاضيل مؤخرا كان نقاش مجتمعي حول قضية الإرت حول كذلك رفع السن للقاصر يعني ما يبقاش يعني يسمحوا وكذلك نقاش حول تعدد الزوجات وكانت أرأة كثيرة لا من هذا الفاصيل بين قوسي الحادثين ولا الفاصيل التي تيار الدين وعلى أصول مصطفى بن حمزة التي كانت خارجات كثيرة في هذا الموضوع ومترى ما رأيك في هذا النقاش سألتك مسألة موجازة هذا جلالة المالك نصره والله رجعوا فيه كل شي رغي يمشي ورجعوا لكلام وماذا قال قال كلمة لا قال يرجع لها لا أحليله حراما ولا أحرمه حلالا رغي دورتها ورجعوا كلام جلالة المالك حيث الكلام اللي أعطان فيه دورتها تعي وهالحبل عندكم حدود فيه الدول والسيم صطفى بن حمزة رأى أشفل العليل وأروى الغليل لا تناقش رأى السيم حولت موضوع تعدد الزوجات أسمع نيمز تعب يتجر اليلساني أسمع واضح القرآن وضح كل شي بلق تعدد الزوجات تخصم على العيال لأنهم ضربين معهم شوف كي لا تصلح لي تار مراوح لا تصلح لي يبغي يدوش تعدد أخوه لا يستطيع يدوله المشي للمرأة للمرأة مقابلها لا يأتي الضار وكي يترك كل وبغي يقول لك يقلب التجر هو القرط يتشلح قول شي هجر اللي كبر منه بيني وبينك هالشي قاعد اللي كيدير شي عجر ما كيدويش شي اللي كيدير شي عجر والله لدوة ما عرف حدش دير وذك اللي كتلق سخون ملء السنابي تنحني بتواضعين والفارغات ورؤوس هن شوامق الزوجات وكذا يدخل الدار تعطي بصالين ما يدويش البنادي يتكمش هاد شير الله دير وقاد ولكن كين اللي قدر على المرأة كتلقات بشي عده هذا اللي ما يتعدد تصير عنده مرته سولة ديقول لك رأى ما يجيش وما عمر شتوم عام عوحدة وكين لي ورأس ابو وحده ما قادش عليه ليش يتعدد عابو وحده هو يقول يبقى عزوف يحسن لي ما كان شي أمور بالعقل كتدرك ماشي لا علاش أنا نزيل الشريعة يقول لك لأنه الأصل في مشتمع دينا مغربية مثلا أن التعدد هو استثناء تجول القلب الناس اللي يتزوج مثلا أو ثلاثة قليل جدا وحد يسمى مؤو يقول لك علاش نسدو هاد الباب نخليه مدى مؤسرا استثناء هل نقش أصلا مسألة مفرغ منها اللي قادر على شي حاجة يديرها لا قاد واللي ما قاد شي يسد بفمه لأن الفصل الآخر يدعو الآن مقدمة للجناة بأن تحيد هاد المسألة تعدد شوف أش قال ابن الونان يجب قال وإن حملت رايات الأمر فكن كجعفر أو دعوة لا تستبيقي اللي حمل رايات الأمر يكون كجعفر الصادق من يدخل المعركة يكون بحاول تكمش اللي ما قادرش على شي حاجة غيو حلاف المشاكل يتكمش فواحدة ويبقى مهني على حساب الزعام اللي لاش غنبقى وندوي اللي قادر على شي حاجة يديرها اللي ما قادر ش يرجع كي اللي مكتر على هدرام اللي تجيت رجعت لقامة ينوالو هذا اللي يغني ويقول لي القاملة تنفخ عم ربخ القاملة القاملة تنفخ عم ربخ القاملة يدرتي فيها ربعة اللحم كتلوح القفالة صح ولي عم ربعة كيلو اللحم كتبت صح اللي تقيد را كيعرف كي يدير ولي كي غوط وهذا وهذا كي نمار تلق ما ديرت حاجة اللي قادر على شيء حاجة وقدر يديرها ولي ما قادر يشد رجله وتكمش وسيدير بيعطانك فالقل فايل مسافة واحدة أرجع دور الخواف بشد دمرتك وبرك الارض ولي غادي يدير شيء حاجة ما كي يقول لعباد الله هذا هو الأصل اللي يمنصي يا عبد أستاذ وحيد طفع على السطح مؤخرا نقاش حول صحة صحيح البخاري ومن هذا الكتب أو النقاشات هو ما صدر للأستاذ رشيد إيلان اللي كان نضيف عندنا فات البرنامج حول العنوان دياله اللي هو صحيح البخاري نهاية أسطورة نبقى مع تصريح ديالسي رشيد إيلان ثم نسكمل هذا النقاش فيما يخص القضية صحيح البخاري هل هو فعلا يعني يعتمد بصحتي أم هناك من يقول يعني غير ذلك هو لا يعلم أنه لا يوجد صحيح البخاري لا يوجد صحيح البخاري كمخطوطات إلا بعد رفاة البخاري بـ 239 سنة وأقدم مخطوطة هي من نسخة منجانة مخطوطة منجانة التي تضم 54 صفحة ورقة من صحيح البخاري يعني جزء بسيط هو لا يعلم الدكتور صفحة الحمزة أن صحيح البخاري لما ظهر ظهرت 13 مخطوطة كل واحدة لا تشبه الأخرى ولا يعلم أن ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري التي أسماها هدي الساري في شرحي ساري البخاري أسماها المقدمة في مجلد كبير جدا هدي الساري لو قرأها لفهم أن ابن حجر يقول بأنه ظهر 13 مخطوطة وأن هذه المخطوطات تختلف مثلا النسخة المنسوبة للفرابري تزيد بـ 250 حديث عن نسخة المنسوبة للنسفي وكلاهما من تلاميذ البخاري هو لا يعلم يقول لك بأن صحيح البخاري كان يؤخذ مشافة ونسى هناك كتاب دكتور كتسمع التحليل دي السيئيلال وكان محد الرد قوي من الدكتور الشيخ سيمسطاب الحمزة حول هذا الكتاب وصاحبه وهو سيرشد إيلال وهذا كان جزء من الحضور في البلاتو دي البرنامج وجه اللي وجه سي أبو حافص وغيرهم كتكلموا وحتى في المشرق ربما كتعرف شيء تمتبع كتر مني كتكلموا في هذا الموضوع أنا بات نسولك واشغل يوم هاد وملي عارفوا هذه مسألة هدي أو أنه كان هذا الأمر كما نقوله طابه من سحة تعبير اللي مخاص وحد يتكلم في سحة البخاري لأنه كما هو معروف أن أصح كتاب هذا كتاب الله هو صحة البخاري تفضل الأستاذ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة قال على السيد بن حمزة أنه لا يعلم هذا ما شوية تقيلا لأن الإنسان اللي كيوصل لواحد المستوى ويبحت ما يمكنش يكون لا يعلم هذا يقول شي كلام اللي وعمرو كلك كرسو في العلوم وفهذا ما يمكنش بالنسبة للبخاري خاصة نعرف واحد مسألة الأمة الإسلامية في القرن الثاني الثالث من يبان البخاري في هذاك الوقت هو عالم كسائر العلماء غيره هو اجتهد فأقوم بالاجتهاد بمعنى أنه كان يدقق في علم الحاديث لأن علم الحاديث هو علم عنده يعني كي نقسم في علم الرجال في علم المصطلح في علم مزاف إذن مش غير عاد عاد علم الرواية دراية ورواية بمعنى أن مصطلح الحاديث بوحده ليش فتهادك الناس كيفاش كيتقاتل وجرحوا التعديل وجرحوا التعديل بوحده رأى الإمام الصيوطي ألف منظومة فيها ألف بيت في الحاديث كيتكلم فيها عن الرجال معرفة المولدين للرجال من المهمة مع الوفاة به يبينه كاذب الذي ادعى بأنه من سابقين قد سامع ومشاه معها هدفين وهما كانوا هذا كل وقت كانوا كيروي على عشرة الناس وش صحيح حول الله يعني الحاديث صحيح هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط عن العدل الضابط وكيمشي لجي آخر تاني تكي عرفوا يا دخلوا دبع سرد الناس عندك قالك واحد الكسيدة كانوا في الطريق وجاء الاخر وقالك واحد الحاديث وقالك نفس واشغي يقول لي عندك تواثر ولا لا قالوا لك كلهم تيقات وغتقول لي انتبح اللي شفتها فيكون الخبر عندك بمنزلة العيان كأنك شفتها لأن الناس جاء وقالوا لك هذا هو النهج اللي كان يجلبه بخاري كي يتقصى الأمور باش يتقنها وما عادلت له للي جاء الإمام مسلم كان اكتر منه ما زال بخاري اختار أن الصحبة تكون غير المعاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شي صعب واحد هذا عاصره لكي اعتبره مسلم لا سماع صح تاني قالوا فيهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدمه فقلت قد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم ورغم أنه التلميذ ولكن كان في التبويب كي يحط هذه هنا وهذه بينما العلمان خرعي ما بينوش لأن ما كانوش كيتقصى بحاله فكان الحاديث عنده كيتقصى لدرجة أن واحد لجاب شي حادي مشا عند واحد يسمع منه الحاديث يلقى كي يكذب عن البغلا ديالو صح ماللي عاش قل له قال له انت كذبتي قال البغلا ما نرويش عليك كانت عندهم دقة في علم المصطلع كي باش ينقل عند الرجال وأول من قال بجرح الرجال من بدك يقول هذا كذاب هذا كذاب هو شعبته بن الحجاج وتابعوه تلميذ وتلميذاته الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بنه معين هذا تلميذ شعبه بن الحجاج أول واحد بدك يقول هذا العالم كذاب هذا فيه كذاب فمن لي قالوا لي واش حشو معك تتكلم في العلماء قال لي محسن لي يوم القيامة يكون هؤلاء خصامة أو يكون الرسول خاصيمي يقول لي يعني لم يكذبش كذب عن حديث إذن هاد الناس كانوا كيتقاتلوا باش يحيدوا الكذوب والبخاري رأى في منامه رؤية أنه الرسوس كان يجياله وينش عليه ما ليسوا المعبين قالوا انت غاد تكون حيد تدودوا عن حمى رسول الله كذا كذا إذن هاده أمور معروفة على شحنا كنجيو لهذا شي دي لأمو كل زمن كيبانوا ماليه كيغبروه تاني فأما الزبد فاذهبوا جفاء وأما ما يبع انفعوا الناس فإن كوتوا في الأرض علاش احنا كندخلوا فهذا الخوض وكانوا بقوا هاتشين راح نشفناه في الخاليج نفس الشي كي الناس اللي خاصين أبهد خاليج العربي خاليج كيب في الخاليج العربي كأين الناس كتومة كي يقولوا كي حيد علي البخاري وحيد بغى يضربوا لأمة التوابت الحمد لله الأمة دينا والمغربة دينا كي يوقف على التوابت باللاتي البخاريج كل يقبل لمالك ولبخاري كل الإمام مالك كذا تنقدروا نحيدوا المذهب المالكي المذهب المالكي من نجا يكي جانب نتمن صح نقول حين ويكمل المدينة المنورة وإمام مالك هو شيخ الشافعي صح والشافعي شيخ أحمد صح هذ النس إحنا على المذهب المالكي دابا وتبتين عليه وماشينا عليه إذن المذهب المالكي عليه المغاربة وما شيفه بسببه وشيفه النور والعلمة إذن العلم دينا إحنا بالرواية وبالديرة كتسمعها علش من اللي كان نشيو الجامعة الفناة وكان نصنطوا لناس دي للحلقة وكيتكلموا وكيروي على باقشيش وعلى فلان وكان نصدقوا فلان قال كذا وإحنا المؤرخين ونستمتع بطير كالحكا بذلك الحكاواتي علش كنس بالحكاواتي وقدر يكون شي صح وشي كذا كي نستمتعوا بذلك فما بلوك الناس لكيرو الحديث العلماء إنما يخشى الله من عبادي العلماء وشاذك الناس غير يكذبوا وشاذك أتقى الناس هما العلماء غير يتعمدوا الكاذيب مستحيل إذن كيدلوا الإعلم ثم أننا نشوفوا الجهة الخرى هم ليس أنبياء البخاري ليس نبيا أه بشر عنش كنقلبوا لي على الحجل فيها أخطاء عنش ما نشوفوا الصواب هذا البخاري يعني ما بلناه هو يعني هذاك العالم كي يتقصي يتقاتل بشي يوصل ولا بد أنه قد يخطئ لأنه ليس نبي الإمام ملي قلب كله آدم يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر يؤخذ هناك كلمه يورد والعلماء في هذا الأمر كيختلفوا تشعبت الآراء والدين واحد وكل إلى رأي من الحق راجع فهذا اختلاف جرّي الخالقة راحة كما اختلفت في الراحتين الأصابع كيختلفوا علماء الحاديث عالم الحال البخارية كي من علماء الحاديث العالم الحاديث بحل الصيدالي والفاقية بحل الطبيب كي يشخص لك المرض ويقولك الصيدالي مش يفقه ده بلع عالم الحاديث مش يفقها احنا كنخلطه هذاك صيدالي كي يقولك هالدوى اللي بغى تخصص تخصص بينما الفاقية كي يقولك هذي كذا هذي كذا جاءت شي مرأة الحايد ويش نغسل الموتى جاءت عند المحديثين لكي حدثه نقول لي ما نعرف ويجاء فأقبل أبو طور من الشافعية قال لي عليكي بهذا الشيخ فقه قلت لي أنا مرأة غاسلة وكنغسل الموتى ويش مالي نكون علي الحايد ويش نغسل قال لي نعم لأن السيداء كانت تقرأوا القرآن ويحايد في حجر الرسل وكذا 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 تغتسروا مع سيدنا محمد واشقال واشقال المحديثين قال هاد الحاديث عندنا كين قال لي مو فين كنتوا قبول هيقلت هاليكم حيث هم متخصصين في الحاديث ما يقدرش يفتين إذا هاد الناس كيروه والحاديث ماشي ضرور إحنا نجرحوهم ونتكلموه في العلامة وفيهم وما كينش قابلهم علش حيثي لص تضينا الحاديث جملة وتفصيل غيبقى القرآن القرآن شكو نفسره فسرة السنة مع الأسف أستاذي الفاضيل الوقت كده أهمنا وعند واحدة فقرة أساسية في البرنامج يعني هو كنسوك ثلاثة شخصيات وهذه ثلاثة شخصيات يعني شخصيات وطنية وأنا تعمت نختارهم يعني لقدري مكانتي مع هذه المغاربة الشخصية الأولى وهو المناضر والمقاوم والعالم المرحوم السعلى الفاسي السعلى الفاسي هو مرجع المغاربة فعلي من أوصون الرجل المناضل الرجل المجاهد الرجل العالم العلامة والمغاربة كثير المغاربة كيعرفوش السعلى الفاسي رحمه الله أنه مرجع العالم الإسلامي في علم الأصول وهذه بوحدها تكفي الخريج القارويين وكتعرف شكو الناس الأساسي ذا ديال شكوناه ماصي بالعربي العانوي رحمه الله وتم ما فين كانوا المجموعة العلماء شو يغذيالهم منهم أبو شعي بالذكالي الرحالي الفاروقي هو كان درس في القارويين إذن هو مرجع في علم العوصول لعالم الإسلامي هذا الرجل هو مرجع الشخصية الثانية أستاذ الفاضل وزميل قبل ما تعطينا رأيك فيه وصديق مع نينو الإعلامي المقتدر الذي وكب المغفولة الحسن الثاني صديق مع نينو صديق وكان عندي في الدار وتشرفته به رجل عالم ومفكير ورجل فيلسوف يضع الأمور في مواقعها في موطنها تستاذق مع نينو هو أكثر من إعلامي وصحفي رجل مفكير عالم نفتخره حتى بذكر إلى ذكرنا والإشارة كان ضيف عندنا في حلقات سابقة في الرمج مجالي وجه على قناة تينا مارو شخصية الثالثة والآخرة العالم والشيخ ورئيس المجلس العلمي الوجده سيم سطافة بن حمزة سيم سطافة ذكي اللي قلنا على سيم سطافة بن حمزة هو الرجل العالم الكبير الأصولي هو مرجع من الأصول في المغرب الرجل الأديب الشاعر الرجل الفصيح الباليغ الذي مفخارته أهلي المغرب اليوم فهذا الزمان يعني يعني يرون يرون أن نقوله مفخارة أهلي المغرب في العلوم الشرعية وسيد مصطافة بن حمزة كنفتاخ رملي كنذكره اسمه في أي مكان هذا الرجل الله يحفظه أمين وحفظك الله أستاذ الفاضل سيدي عبدوحد وجيه أنا سعيد باستقبالك وأنت هرم هرمت هذه المملكة الشريفة وتتبعنا مسارك حينما كنت يعني في الخليج وكذلك الآن أنت يعني بمحاضراتك ببرامجك عبر سوشال ميديا وعبر شبك التواصل الاجتماعي وعني لا تكادوا تجدوا بيتا من بيوت المغاربة لا يعرفوا السواحي وجيه كلمة أخيرة العموم المواطن المغاربة والمواطنات الكلمة الأخيرة للمغاربة قاطبة أنهم أنا كنقول دائما المغاربة ما داموا المغاربة يرتبطون بالعرش وبملكهم أرهم في أمن وعمال بعض الله تبارك وتعالى محبتهم لملكهم ولوطنهم هي التي تضمن الاستقرار الأمني في هذه البلاد إذن والمغاربة كلهم طيبين والمغاربة فيهم خير كبير لا يضاهيم أحد في الكرم بعدها احنا مشينا أنا شفت هذا الشي من لي مشيت لبؤرة الزلزال أنا عمو السادي وعندك فعلا عندك شناك يعني تبقى لك كنت حاضر بقوة حول الزلزال الحوز من لي مشينا لجهة تاروذانت في أولاد بالرحيل والله أشوق أخجلنا من نفسنا الناس كي يتفارضوا بعشرين درهم باش يديرونا الطاجين ناكلوا احنا دينا شي باراكا ما حشمنا من اللي قلنا لهم لا حلفنا عليهم وقلوا لهم هاتشين تومر الناس سيساعدوكم هاتشين قال لك إلا ماكلتوش هاتشين درهم أنا قبلوش منكم شهادية إذن إذا كانوا هذو المغاربة في هذي الجيهة النائية اللي هم مزلزلين قبل زلزال ما عندهم ولو وفيهم هذا الكارم فما بلوك بغيرهم إذن المغاربة في الكارم دي لهم كما قال فيهم حسن بن ثابت يغشون حتى ما تهروا كلابهم لا يسألون عن السواد المقبلي بيضل وجوه كريمة أحسابهم شم من الطراز الأولي يعني هذو ناس المغاربة معروفين بالكارم ونديما كان نقول لهم الكارم اللي كان في أهل المغاربة ذكروا الله في القرآن ما كيش فيش جهة أخرى في إبراهيم عليه السلام اللي جاءوا الضيوف ملائكة في صورة الضيوف فراغة إلى أريفة جاء بعجل سامين فقربوا لي هذي الآية في هستاديا الأوصاف الكيراكيرام طيف في هستا باختصار باختصار المغربي بلاجه شي ضيف بلا ما يعلموه ما كيبيش كيروغ من شي جهة ومشي يجيب يتقدع وكيتشاور مع المرأة رقم اثنين وكيجيب الزربة رقم ثلاثة وكيجيب حاجة كبيرة رقم اربعة وكيقرب هالضيف ما كيقربوه شو كيقرب لي عنده تل عنده يجيب تل عنده ورقم ستكي لحريف طعام وإبراهيم علي سام باختصار شوفنا قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم ما كيقربهم إليه ثم قال ألا تاكلون هذا الأوصف كنا في المغاربة الله يحفظهم يحفظ المغرب ويحفظ الملك دياله يحفظ الشعب قاطبة ويديم علينا هذه النعمة الأمن والأمان اللي هي مرتبطة كما قلنا الشعب بحب العرش إذا بقى تهدي رمى عمرهم يخسروا بشيء ويرشوف الدول خلنا شوق عليهم ملكي كل انفصال بين الحاكم المحكوم كتوقع مصائب وكي ملكي كل الرطيم ما تشوف من اللي يتوفى الحسنة الله رحمه المغاربة من الدار بضوصلوا تلبوزنيقة يعني على رجليهم إذا كينوا أحد المحبة وطيضا نطلبوا الله يديمها دائم من هذا أستاذ الفاضل الحديث معك ماتع وممتع ما سخيناش بك ما شاء الله تكون عدنا معك جلسة أخرى في قناة الماروك أعزائي المشاهدين إلى ضيف جديد وحلقة جديدة هذا محددكم محمد خجلي يستودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر